كأس فريقي للأمم لكرة القدم المنتخب المغريبي تأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدرا مجموعته بسبع نقاط بعد فوزه في لقائه الثالث الأخير على زامبيا بهدف لسفر وتأهل معه منتخب الكونجو الديمقراطي الذي حل في المركز الثاني بأربع نقاط فيما حلت زامبيا في المركز الثالث بنقطتين ما سمح لمنتخب البلد المضيف كوديفور بالتأهل ضمن أفضل أربع منتخبات حلت في المركز الثالث نفتح الخط لمفدنا إلى كوديفور فؤاد الحنوي هي مشاهد فرحة مزدوجة بين جمهور بلدين الشاقيقين تربطهما أواصر عديدة فرحة بين الجمهور المغربي الذي حلق فرحا بفوز ثمين على زامبيا بهدف لسفر خوله احتلال الصدارة في مجموعته واستعادة الثقة وجمهور إفواري خوله هذا الفوز وخول لمنتخب الفيلة العودة من بعيدة والتأهل لدور الثمن بعدما ظن الجميع أن منتخب البلد المضيف غادر المنافسة إترى الهزيمة الثقيلة أمام مغيني الاستوائية بربائية نظيفة عند سفرة النهاية فرحة الإفواريين كانت أكبر من فرحة الجمهور المغربي أقول شكرا لجلالة الملك وأتمنى له عمرا مديدا لما يقوم به لصالح الأمة الإفوارية لقد جئت بشكل خاص لتشجيع المغرب وبلد الكوديفوار نقول شكرا للمغرب شكرا نحن جد سعداء حقا إنه الفرح والسعادة هانئا للمغرب وشكرا للجميع إننا نحب المغرب لقد قدم أداء كرويا رائعا الفرحة كانت عارمة إذن لدى الجمهور المغربي أيضا بعد الانتصار الذي يعيد قسطا من الثقة والإطمئنان لللاعبين والطاقب الفني وعلى رأسه المدرب المساعد رشيد بن محمود أسود الأطلس يكسبون الرهانة والتحدي بانتصار واحتلال الصدارة ويدربون بذلك موعدا مع جنوب إفريقيا في الدور الثمن النهائي الثلاثاء القادم في مواجهة حارقة فدر حناوي من سان بيدرو بلكوديفوار لإداءة ميديا